قصة النهاردة من اشهر القصص الغريبة والعجيبة وقليل جدا من الناس اللي عرفوا القصة دي لانها حصلت في الصين مش زي القصص المعتادة بتاعتنا اللي انا بجيبها لكم من امريكا او الدول الغربية والهند وقبل ما نبدأ ده اللي سناب بتاعي يا جماعة هتلاقوا اللينك بتاعه في وصف الفيديو وفي اول كومنت متسبت تحت الفيديو لو حابين تضيفوني عندكم على اللي سناب ويلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا على السريع في وقت متأخر من مساء يوم 27 يوليو سنة 1977 كان في مزارع اسمه هوانج يانشو كان عنده وقتها 21 سنة كان ماشي على طريق ترابي واسع في القرية الصغيرة دي بتاعته في شمال الصين اليوم ده كان يوم صعب جدا في مزرعة الرز اللي شغال فيها هوانج لانهم كانوا بيستعدوا لموسم الحصاد هوانج رغم انه كان تعبان جدا ومرهق في الشغل الا انه كان فرحان جدا لانه خلاص كان بيجهز لحياته الجديدة ومستقبله في الزواج هوانج نشأ في اسرة فقيرة وماكملش حتى المرحلة الابتدائية في المدرسة كان عايش مع ابوه امه في منزل صغير وفي الاساس كان كل يوم في حياته بيعد عليه زي اليوم اللي قابله كان يصحى مع شروق الشمس ويروح يتفحت في الشغل ويفضل يشتغل طول اليوم لحد ما يبقاش قادر انه يمشي على رجليه من التعب وبعد كده يرجع لبيت وياكل ويترمي على السرير لكن دلوقتي هو فرحان جدا علشان حياته المملة دي هتتغير بالزواج ودلوقتي هو خطب بنت جميلة جدا من قرية مجورة وكانت خطته مع خطبته انهم يتجوزوا بعد موسم الحصاد هو انجي كان بيشتغل بكل طاقته علشان يجهز منزل الزوجية وفي الليلة دي اللي كان طالع فيها من الشغل وماشي وهو فرحان كان رايح يشوف بيته الجديد هو ما كانش رايح يجهز اي حاجة في البيت الجديد هو بس رايح علشان يتفرج على البيت علشان يفرح نفسه بالانجاز ده اللي عمله في حياته انه اول مرة يكله بيت هو اللي اسسه بنفسه فوقف قصاد البيت ده اللي كان لسه على الطوب الاحمر كان فضله بس فيه ركب الباب والشبابيك ويخلص الدهانات فبعد ما حس بالرضى بالانجاز ده اللي عمله في حياته مشي بعد كده علشان يروح لبيت اهله لما روح لقى والدته مجهزاله العشاء وكان العشاء عبارة عن وجبة من الرز والخضار بس فبعد ما اكل قاعد شوية مع ابوه وامه يدردشه حب عن الجوازة بتاعته والتجهزات اللي هيعملوها في بيته الجديد والعفش وهكذا وبعد ما خلصوا كلام كان هو خلاص بقى جاب اخره من التعب فدخل هوانجي نام على سريره الساعة عشرة مساء في صباح اليوم اللي بعده والده والدته اكتشفوا انه مش موجود على سريره في الاول والده والدته ما كانوش مستغربين من كده لانهم عارفين ان ابنهم عامل مكتهد جدا وبيخرج من البيت الصبح بدري من النجمة يروح يشتغل في المزرعة وحتى زميله في الشغل عارفين انه مكتهد جدا وانه ما بيغيبش ابدا عن الشغل وبيشتغل كمان في وقت اضافي علشان يجهز بيته الجديد لكن زميله في الشغل اليوم ده اتفاجئوا انه مجاش فواحد منهم راح لبيت والده والدته علشان يطمن عليه وقال لهم انه مجاش الشغل النهاردة فوالدته قلقت عليه لانها فاكرة انه في الشغل وغير كده الصبح بدري ما كانش في البيت فقالت لزميله اللي جاي يسأل عليه يمكن راح يعمل حاجة في بيته الجديد معلش روح يطمن عليه هناك اذا كان موجود ولا لا ورح زميله ده عند بيته الجديد لكنه ملقاش هوانج هناك فرجع تاني لوالدته وقال لها انه ملقهوش هناك الستة رعبت جدا لان اللي بيحصل ده خارج تماما عن شخصية او عدات ابنها استحال انه يغيب كده عن الشغل ويختفي بالطريقة دي من غير معروف ومكانه اكيد في حاجة غلط حصلت فطلبت والدة هوانج من العامل ده انه يروح له زوجها علشان يبلغوا ان هوانج ابنه مختفي ومش عارفين مكانه فين في الوقت ده الام خرجت من البيت وفضلت تخبط على كل بيوت الجيران اللي حوليها وتسألهم اذا كان فيه اي حد فيهم شاف ابنها وطلبت منهم مساعدتهم يدوروا معاها على ابنها القرية اللي هم فيها دي اسمها بيجاو وهي قرية صغيرة فكل السكان فيها عارفين بعض كويس فعلشان كده خبر اختفاء هوانج انتشر بسرعة وسط سكان قرية بيجاو وخرج السكان كلهم من بيوتهم يدوروا عليه منهم اللي ركب على العجل واللي ركب على حيونات او عربيات كارو المهم كلهم كانوا بيدوروا عليه في القرية دي وحتى في الكرة المجاورة وسألوا عليه حتى عند بيت خطبته وتكلموا معاها وهي ما عندهاش اي فكرة هوانج اختفى فين على بعد الظهر اليوم ده ملاقوش اي اثر لهونج ولا اي دليل يعرفهم هو اختفى راح فين قرية بيجاو تعتبر قرية معزولة عن الكرة اللي حوليها في الوقت ده السكان ما كانش عندهم اي تليفونات في بيوتهم وما كانش عندهم سيارات كانوا بيستخدموها كانوا بيستخدموا بس العجل او الدرجات الهوائية او الحيوانات وما كانش فيه اي طرق ممهدة تربط القرية دي بالكرة اللي حوليها ولو فيه طريق ترابي حتى هينتهي بيك عند ضواحي القرية دي مش هتعرف تمشي بيه بعد كده بالعجلة فهتضطر انك بعد كده تكمل على رجليك فانت لو كنت عايش في القرية دي وفي الزمن ده فالاماكن اللي انت ممكن تروحها محدودة جدا وكل الناس دي اللي خرجت من بيوتها تدور على هوانج دوروا في كل الاماكن دي اللي هم قدروا يوصلوا لها واكتشفوا انه اختفى تماما واكتشفوا كمان ان العجلة او الدرجة الهوائية بتاعته مركونا زي ما هي على بيت ابو وامه وحتى ما لابس الشغل بتاعته كانت زي ما هي متعلقة في مكانها يعني كده هو حتى خرج بهدوم البيت اللي عليه بعد كده السكان بلغوا لجنة القرية او المركز اللي تابع ليه قرية عن اختفائه مركز الشرطة مداش اي اهتمام لاختفاء هوانج اولا هو لسه مختفي من وقته قريب جدا يعني ممكن يكون راح في اي مكان ورجع تاني تاني حاجة ده شخص كبير وبالغ مش طفل يعني يخرج من بيته في اي وقت هو عايزه فما كانش قدام ابو وامه واهل قريته غير الانتظار لحد ما يظهر في الايام اللي بعد كده اختفى الشخص ده تماما وما فيش اي اخبار عنه لكن بعد 8 ايام من اختفائه وفي صباح يوم 5 اغسطس جي نائب المأمور بتاع المركز بسرعة المنزل والد والد هوانج فخبط على الباب وفتح له والد هوانج فالده لبرقية اللي هي ورقة مكتوب فيها رسالة وقال له قراها ضروري والد هوانج مسك البرقية دي وفتحها وقراها وعينه برقت ووسعت على الاخر ومش مصدق الكلام ده المكتوب فيها البرقية دي كان تاريخ ارسالها من 8 ايام الساعة 9 الصبح يعني يوم 28 يوليو والوقت ده بالزبط اللي اكتشفت فيه عائلة هوانج اختفائه من البيت لكن لأي سبب من الاسباب البرقية دي تأخرت جدا في الوصول للمركز اللي تاب عليه القرية فالرسالة وصلت لعائلة هوانج بعد 8 ايام من اختفائه اما الكلام اللي كان مكتوب فيها فكان غير منطقي معنى الرسالة دي ان بعد 9 ساعات بس من اختفاء هوانج من بيت اهله تم اكتشافه مرمى على الرصيف وسط شارع مزدحم في مدينة اسمها نانجينج والمدينة دي بتبعد 600 ميل عن القرية اللي فيها هوانج يعني 966 كيلو متر الاب ونعب المأمور بقوا مستغربين ازاي الكلام ده حصل افتكر ان هوانج ما عندوش اي سيارة والطريقة الوحيدة اللي تخليه تحرك يا اما على رجليه او على دراجته والعجلة او الدراجة بتاعته مركونة زي ما هي في بيت اهله فمعنى كده انه مشي على رجليه وهو بهدوم البيت فازاي يوصل المدينة دي في خلال 9 ساعات بس على بعد حوالي 1000 كيلو متر وحتى لو فرضنا انه مشي لاقرب محطة قطار فاقرب محطة قطار اللي قريته على بعد 48 كيلو متر يعني كده بقيت المسافة بالقطار لو رجبه من اقرب محطة هتبقى 917 كيلو متر استحال حتى لو هو عمل كده هياخد وقت بس 9 ساعات منه فوالد ونائب المأمور اعتبروا ان الكلام ده مش منطق نهائي وممكن الرسالة دي تكون مبعوطة بالغلط او انهم لقوا حد شبهه وافتقروه هو هوانج الجهة اللي كانت بعت الرسالة او البرقية دي كانت مركز ترحيل في شنغهاي فقرر والد هوانج والمأمور يبعتوا رسالة تانية للمركز ده علشان يتأكد ان الشخص اللي لقوه مرمي على الرصيف ده يبقى ابنه فقال لهم والده في الرسالة ان ابنه عليه وحمة على معصم اليد والوحمة دي هو مولود بيها فبعتوا البرقية دي لمركز الترحيل وكانوا متأكدين ان المركز هيرد عليهم ويقولهم انهم غلطوا في الشخص ده اللي لقوه لكن المركز بعد كام يوم رد عليهم وقال لهم ان الشخص ده فعلا فيه وحمة على قديم فكده مفيش قدام الاب او اي حد من القرية غير انه يسافر للمدينة دي ويتأكد بعنيه وفعلا طلع ان الشخص ده هو هوانج ورجع قريته في منتصف اغسطس يعني بعد اسبوعين من اختفاؤه خطبته وعيلته وكل اهل القرية كانوا فرحانين جدا برجوعه وكل شوية حد يجي لهم البيت من الجران والاصدقاء ويبرك لهم على رجوعه بالسلامة فطبعا كل اللي بيجي البيت علشان يتطمن عليه يسأله ايه اللي حصل لك ايه اللي جرالك انت اختفت ازاي طب في حد خطفك ولا انت توهد فكان الفضول واكلهم يعرفوا ايه اللي جراله لكنه ما كانش بيرضى يجاوب على اي اسئلة كان بس يبقى منزل دماغه كده في الارض ويقول مش عارف ايه اللي حصل فلما عيلته ضغطت عليه علشان يحكي لهم ازاي اختفى كده وايه اللي ودى للمدينة البعيدة دي فقال لهم انا هقول على اللي حصل لي بس انا معرفش في حد هيصدقني ولا لا فقالوا لوحكي بس وقول ايه اللي حصل فقال لهم ان اللي فكره اخر مرة لما كان نايم على سريره في بيت اهله اول مسيحي تاني يوم الصبح لقى نفسه مرمي على الرصيف في المدينة دي ولما فتح عينيه لقى حمام سباحة كبير وبالقرب منه كان فيه يفطة مكتوب عليها نان جينج اللي هو اسم المدينة فدي الطريقة اللي هو عرف بيها انه في مدينة نان جينج وبيقول ان فجأة ظهر له اتنين شرطيين وكانت ملابسهم كلها ابيض فجأة لقاهم قدامه كأنهم ظهروا من العدم فقربوا منه وقبضوا عليه ونقلوا المركز الترحيل في شنغهاي وده ما كان بيتم فيه حجز الاشخاص المفقودين او التاهين او المرضى العقليين علشان يساعدوهم يرجعوا لبيوتهم ودي كانت قصة وانج كلها صحي من النوم لقى نفسه في المدينة البعيدة دي وما يعرفش هو ازاي يوصل لهناك اهله اتصدموا من قصته دي لكن طريقة كلامه وهو بيحكي كان باين انه ما بيجذبش ابدا عليهم بعد شوية وقت لما بتدى يشوف شغله ويكمل حياته عادي للأسف الدنيا حوله اتغيرت وما بقتش زي الاول الكلام اللي قاله ده سمع في القرية كلها فالناس بقت تخاف منه وحطى الاطفال في القرية واي حد يشوفه في الشارع كان يخاف يقرب منه او يكلمه كلهم كانوا بيتعاملوا معاه على انه مجنون او ملبوس بالجن حتى خطبته ما بقتش بتتكلم معاه او تشوفه زي الاول لانها خايفة منه هو كان متدايق من معاملة الناس دي ليه بس هو كان متفهم الوضع ده لان اللي حصله ده ملوش اي تفسير وحتى اللي حصل ده اثر على نفسيته وبقى كل يوم يدخل سريره علشان ينام يبقى خايف ومرعوب ومش عارف ينام لان اللي حصل ده ممكن يتكرر معاه مرة تانية في اي وقت خايف يغمد عينه ويفتحها يلاقي نفسه في مكان تاني على بعد الاف الكيلومترات وممكن المرة دي لو اتكررت معاه ما يعرفش يرجع لأهله وقريته لكن مع مرور الوقت ابتدت نفسيته تهدى شوية شوية وبقى يحس بالامان اكتر وقال في باله اكيد ان اللي حصله ده حالة شزة ومش هتتكرر مرة تانية في العمر لكنه كان غلطان في احساسه ده بعد كده في 8 سبتمبر عام 1977 يعني بعد 3 اسابيع من رجوعه لقريته دخل سريره علشان ينام وهو متطمن وبعدها بدأ يشوف اسوأ كوابيسه في الصباح الاصوات حواليه كانت مختلفة مش زي اي صباح ادي لما كان بينام في بيت اهله كان بيصحى على صوت ابوه وامه وهم بيشخروا جنبه ده غير اصوات الطيور والحيانات في القرية والحشرات لكن المرة دي الاصوات دي كلها اختفت تماما اول مرة يصحى يلاقي الدنيا هدوء مريب بالشكل ده بعد كده ابتدى يسمع صوت خطوات انسان بيقرب منه وما كانتش الخطوات دي خطوات عادية دي كانت بترن في الودان وليها صدى صوت مرعب كأن شخص لابس جزمة كعبها عالي وماشى على ارضية اسمنت في غرفة واسعة وفاضية هوانجي كان حاسس بالارضية الاسمنت دي وهو نايم عليها كان حاسس بجنب وشه وهو مضغوط على الارضية الناشفة دي لكنه ما كانش قادر يفتح عينيه ولا عارف يحرك جسمه بس هو كان حاسس بجسمه وهو مرمي على الارضية دي ويعنيه مغمضة وسامع صوت خطوات الكعب العالي دي وهي بتقرب عليه وكل ما تقرب الخطوات دي وصوتها يعلى هو كان يترعب ويخاف اكتر ما كانش عنده اي فكرة مين الشخص ده اللي بيقرب عليه ولا المكان اللي هو فيه لحد ما الخطوات دي بقت عند اقرب نقطة من دماغه وبعد كده ابتدت تبعد وتبعد وصوتها عمالي يقل شوية شوية لحد ما اختفت تماما لدرجة انه حس بالهوى او النسيم بتاع الخطوات دي اللي كانت ماشية جنب دماغه بعدما الخطوات دي بعدت عنه واختفى صوتها قدر يفتح عينيه بص حواليه وهو مفزوع ملقاش اي حد المكان اللي هو كان موجود فيه كان مهجور تماما فايا كان الشخص اللي كان لابس الكعب العالي ده اختفى باي طريقة عن عينيه المرة دي هو كان حاسس انه رجع تاني لنفس المدينة اللي كان فيها باستثناء ان المرة دي مفيش ولا اي بني ادم حواليه كان باين ان الطريق اللي هو مرمي عليه ده كان مهجور تماما كل اللي شافه حواليه مبنى كبير ومتعلق عليه ساعة كبيرة وكانت الساعة الكبيرة دي العقارب بتاعتها بتشاور على الساعة واحدة بعد نص الليل اما مكانه فضل يلف حواليه نفسه ويسرخ علشان اي حد يجي يساعده لسه كان هيجري من مكانه من الرعب والخوف وفجأة حس بقيت حد من وراه بينقر على كتفه والشخص اللي وراه ده سأله وهو بيعمل كده انت هوان جيان شو فبص وراه شاف اتنين واقفين لابسين ازاي العسكري على الرغم من كده هو استريح جدا علشان لاها اي حد يساعده لكن بعد كده فكر في نفسه وقال هم ازاي عرفوا اسمي هو ايه اللي بيحصل هنا فقال لهم انتوا عارفين اسم ازاي فقالوله انه في محطة سكة حديد في شنغهاي والمحطة دي بتبعد عن قريته 700 ميل يعني 1127 كيلو متر والجنديين دول قالوله انه هيجي معاهم لقعدة عسكرية بالقرب من المحطة هوانجي كان خايف جدا ومش عارف يعمل ايه فانتهى بيه الامر انه يروح مع العسكريين دول فحطوه في الصندوق الخلفي للعربية الجب بتاعتهم وبدأت العربية تمشي بيه وتخرج من المدينة الغريبة المهجورة دي وبعد شوية وقت وصلت العربية لقعدة عسكرية ضخمة جدا وكان حواليها صفوف من الاسوار الحديدية وعليهم اسلاك شائكة غير العشرات والعشرات من الحراس المسلحين اللي كانوا بيحرصوا كل الابواب العربية عدت بيهم على كذا نقطة تفتيش وعند اخر نقطة تفتيش نزلوا الجنديين من العربية وكانوا مسكين هوانجي من ايديه وكتفهم في كتفه وعدوا بيه نقطة التفتيش الاخيرة اللي كانت عبارة عن بوابة واقف عليها حراس مسلحين عدوا بيه من البوابة دي والحراس بتاعها ما تحركوش من مكانهم ولا كأنهم لحظوا هوانجي والجنديين اللي معاه ولا حتى التفتوا ليهم كأنهم أشباح مش متشافين كانوا الحراس وقفين انتباه زي التماثيل وبصين قدامهم في جميع الأحوال بعد ما عدوا بيه من نقطة التفتيش دي دخلوا المبنى وجوه المبنى ده مشيوا بيه في طرق طويلة جدا ومتعرجة في اتجاهات مختلفة عاملة زي المتاهة وأخيرا وصلوا بيه مباشرة لباب كبير مكتوب عليه من فوق مقر القسم اللي بيودي ليه الباب ده وقبل ما هوانجي ينطق أو يعلق بأي كلمة واحد من الجنود اللي كانوا سايقينه خبط على الباب وقبل ما أي حد يرد على صوت الخبط ده من جوة فتحوا الباب وزققوا الجوة وقفلوا الباب وراءه هوانجي فتكر النوم دخلينه زنزانة علشان يحبسوه لكنه تفاجئ انه وراء الباب ده كان فيه مكتب كبير وكان قاعد على المكتب ده مسؤول عسكري كان باين من الزي بتاعه انه كبير جدا في الردبة بتاعته الراجل اللي كان قاعد على المكتب ده بص كده قدامه على هوانجي وتفزع فحطي ايده على السلاح اللي في جنبه وقال له انت مين ودخلت هنا ازاي هوانجي حس ان فيه حاجة خطر بتحصل فرفع ايديه قدام المسؤول علشان يحسسه انه مش مصدر تهديد وشاور وراءه للمسؤول وقال له هم اللي جابوني هنا فالرجل اللي كان حطت ايده على السلاح بص كده وراءه هو مستغرب وقال له مين دول اللي جابوك هنا فهوانجي بص وراءه علشان يشوف الجنود اللي هم نقلوه بالعربية وجابوه هنا المكتب المسؤول فما لقاش وراءه اي حد المسؤول بقى مستغرب ازاي الشخص ده دخل مكتبه من غير حتى ما يشوف ولا يسمع الباب وهو بيتفتح او يتقفل ومين دول اللي جابوه هنا وازاي هو ما شفهمش الراجل الكبير ده مسك جهاز اللي سلك بتاعه وسرخ فيه بالاستدعاء وفي ثانية واحدة المكتب بتاعه اتملب الجنود المسلحين ومسكه هوانجي اللي كان لسه زي ما هو رفع ايديه وفضلوا يسألوه يحققوا معاه انت دخلت هنا ازاي انت نطيت من على الصور عدت ازاي من التفتيش لكن هو ما كانش عنده اي اجابات ليهم غير بس انه كان بيقولهم ان فيه جنديين هم اللي جابوه هنا فضلوا قبضين عليه ويحققوا معاه في مليون سؤال فبعد ما عملوا تحريات عنه انه مالوش في اي مشاكل جنائية او سياسية اطلقوا صراحه ورجع لقريته وعيلته واصدقائه وزي المرة اللي فاتت الكل يسأله انت اختفت فين وهو يرفض يجاوب على اي سؤال لانه بقى خايف من رد فعل الناس عليه محدش هيصدقوا ده هيأكد لهم اكتر انه مجنون او لابسوا جن وبعد 11 يوم من رجوعه من الاختفاء التاني ده اختفى مرة تالتة لكن المرة دي هيقول للناس انه قابل الشخصين دول اللي كانوا بيخطفوه وانهم قالوله في المرة التالتة انهم نفس الاتنين اللي كانوا لابسين ملابس زباط الشرطة البيضة اللي هم لقوه في الشارع وادول مركز الترحيل وفي المرة التانية هم برضو نفس الاتنين العساكر اللي نقلول مكتب المسؤول في القاعدة العسكرية فالاتنين دول اللي قالوله في المرة التالتة انهم نفس الاتنين اللي شافهم في المرة الاولى والتانية وحكى للناس ان في المرة التالتة دي اللي اتنين دول شالوه على ظهرهم وطاروا بيه في الجو لتسع مدن مختلفة حوالين الصين لأسباب غير معروفة وبعد كده رجعوا بيه للقرية بتاعته اللي اسمها بيجاوه ونزلوه خارج المنزل بتاعه بالقرب من شجرة قصته التالتة دي الناس شافوها من اكتر القصص السخيفة فكرة ان واحد ناس تشيله على ظهرها واتطير بيه لتسع مدن مختلفة حاجة ملهاش اي معنى ولا تفسير غير ان الشخص ده مجنون رسمي او هو بيشتغل الناس وعايز اشتهر وبيقلف القصص دي لكن انت لو حققت في كلامه هتكتشف حقيق غريبة ملهاش تفسير زي مثلا هو كان بيوصف شكل المدن التسعة دي اللي هو ظهرها مع الاتنين دول وفعلا هو وصف المعالم الحقيقية بالتفصيل اللي شافها في المدن دي رغم انه عمره ما ظهرها في حياته حتى هو كان عارف حالة التقص في كل مدينة والاماكن اللي فيها وتفاصيل كتير كان يعرفهم عن المدن دي خلي بالك ان الشخص ده طول عمره ما خرجش ابدا من قريته دي من ساعة متولد الا لما راحوا يجبوه من مركز الترحيل في حالة الاختفاء الاولى تاني حاجة خد بالك منها ان احنا بنتكلم عن حاجة حصلت سنة 1977 يعني ما كانش فيه وقتها انترنت علشان يعرف المعلومات عن المدن دي وهو عايش في قرية معزولة في ارياف الصين ولا عنده تلفزيون ولا راديو ولا تليفون ولا سيارة ولا يعرف اي حاجة عن العالم الخارجي ففكرة ان فيه شخصين يطيروا بيه في الجو ويزور تسع مدن ويعرف كل المعلومات الصحيحة دي عن المدن دي ده لغز ملوش اي تفسير لحد يومنا ده محدش قدر يكذب او يفضح الراجل ده انه بيقلف قصص من خياله لدرجة انه تعرض لاختبار كشف الكذب ونجح فيه ومجذبش في ولا معلومة فعلشان كده قصة الراجل ده من اغرب القصص حوالين العالم الله اعلم مين اللي اتنين دول اللي نقلوه الكذا مدينة فاماكن بعيدة جدا ومختلفة وفي وقت قصير جدا وفي الزمن ده سنة 77 هل هم كائنات فضائية متجسدة في صورة بشر او هم سكان حضارة تانية متقدمة عايشين معانا على الارض واحنا ما نعرفش عنهم اي حاجة او ممكن يكونوا من الجن لكن القصة فعلا حقيقية ومشهورة جدا في الصين لحد النهاردة هوانجي بيتمنى ان اللي حصل له ده ما كانش حصل ابدا لان اللي حصل له ده ضمر حياته وخلى خطبته تنفصل عنه لانها خافت منه وسكان قريته اتهموه بالكسب وقطعوا الكلام او التعامل معاه مع الوقت لما القصة دي انتشرت وتعرفت بقى ييجي للقرية دي مرسلين صحفيين كتير واعلاميين لانهم كانوا عايزين يصوروا برامج وافلام وصائقية عن الحادثة دي لكن هوانجي رفض انه يتكلم مع الاعلاميين دول غير كده الفرق الصحفية دي بالاجهزة والكاميرات بتاعتهم كانوا بيسببوا ازعاج لسكان قريته وكله بقى كان ييجي بالكاميرات بتاعته عايز يعمل سبق صحفي وده وشواجع دماغ ليه غير كده كمان ان كان فيه تحقيقات كتيرة معاه من الجيش والشرطة علشان يعرفوا ازاي الشخص ده دخل كده او تسلل لداخل قاعدة عسكرية من غير ما اي حد يشوفه وازاي عدى ما بين اسوار واسوار من نقاط التفتيش والحراس المسلحين واختراكهم كده بكل سهولة لحد ما وصل للقاعد بتاعهم رغم انه قال ان كان فيه اتنين جنود هما اللي دخلوا القاعدة وكأن الاتنين دول اللي دخلوا القاعدة عايزين يوصلوا رسالة للبشرية انهم يقدروا يختاركوا اي مكان في العالم مهما كان محصن ويقدروا يخطفوا اي شخص في العالم مهما كان الشخص ده مهم جدا وعليه اقوى الحراسات ويقدروا يتنقلوا بسرعة لاي مكان في العالم في لمح البصر اسرع من الطائرات الله اعلم مين دول اذا كانوا فعلا حقيين لكن في جميع الاحوال هو انجليس عايش في قريته وعنده ابن وابنة وعنده احفاد وبيرفض يحكي قصته دي تاني مع اي حد لانه شايف انها دمرت حياته وبس والحد كده خلصت قصتنا او خلص الفيديو بتاعنا ما تنساش لو عجبك الفيديو ده انك تعمله لايك وشير من كل اكاونتاتك على مواقع التواصل الاجتماعي ومن هنا الحد ما اجهز لكم فيديوهات جديدة او قصص جديدة اشوفكم على الف خير وقول لكم مع السلام